وجه آخر للتحدي مثلته عشتار ابنة قضاء بوهرز التابع لمحافظة ديالا فعشتار التي استطاعت تجاوز خوف سيطرة تنظيمات العنف والقاعدة في مدينتها كذلك استطاعت تجاوز بضع سنين في دراستها نحن من أكثر الناس ضررنا من القاعدة رغم أن هذه ظروف درست ونجحت وتفوقت ودخلت للجامعة ودخلت للجامعة لتقسم داخلي وإذن ظروف القسم الداخلي معروفة باكتظارها بالطالبات والضروق جاء دراسي مو ملائم ومع ذلك نجحته كنت من العشر الأوائل أثناء دراسة عشتار بالصف السادس الثانوي هنا بالعراق اعتقلوني القاعدة بقيت عندهم تساطعت فيهم والنتيجة اللي صارت أنه أنا سببه قنقرينا برجلي من طلعت انقطعت رجلي ورغم نجاحها وحبها للحياة في مدينة الخوف والقلق وولاعها بالموسيقى والكمبيوتر والكتب إلا أن تفوقها اصطدم بحاجز يبدو حتى الآن وهميا فبحسب والدها فأن طلبها لدراسة الماجستير رفض بسبب عمرها الذي لم يتخطى التسعة عشر عاما كلهم يقولون لها أنت عمرت تغير مو مشكلة عايب بعد سنة يصير عمرت عشرين سنة تريد تطلع بفعلها أنا ما أدري هل العمر يعتبر عائق إذا كان العمر يعتبر عائق كل دول العالم حتى إيران خمس سنوات كمل دكتوراه الرجاء من الدكتور علي الأديب مرة أخرى أن يتدخل مع كلية العلوم قسم البنات أو كلية علوم البنات في جامعة بغداد لعلى أقل التدقيق فيها المسألة أشتار أكملت دراستها الابتدائية بعمر تسعة أعوام عندما كان والدها لاجئا في سوريا وبعودتهم للعراق عام 2003 أكملت دراستها الجامعية في جامعة بغداد علوم بيولوجي وكانت من العشرة الأوائل خسرنا آخر قلم وورقة وكتبنا على شفتي الرياح متى ولدت مرة قادمة متى يكسب الحب حق الحياة ومتى تولد من رحم الحشرجات ابتسامة أستاذ ألفريد سمعان أديب المعروف مدح جدا بشعرها وأشاهد بوصى بأنه تنشر بالجراءة العراقية ونشرها الشيء فعلا وأيضا بقية الشعراء مثل أستاذ إبراهيم الخياط أيضا مدحها وكتاب عنها ومع مرحمية ناجئة أيضا كتاب حولها نقد في موقع الحوار المدمد طاقات أدبية وعلمية تسعى عشتار لإطلاقها بقوة في سماء الإبداع العراقي في انتظار من يمد يد العون لعشتار ومن على دربها ومن يعرف فربما يعبد الطريقة لرموز المستقبل رفا المهدي الحرة شكرا شكرا